لا يزال مجاهدون في كتائب الشهيد عز الدين القسام وفي إطار معركة طوفان الأقصى المتواصلة بقوة الله يخوضون اشتباكات ضارية وبطولية ويواصلون القتال على محاور عدة وقد تمكنت قيادة القسام بعون الله خلال الساعات الماضية من ليلة الأمس وفجر اليوم من استبدال بعض القوات في مواقع القتال بقوات أخرى وتنفيذ عمليات تسلل جديدة لإسناد المجاهدين بالعتاد والأفراد على عدة محاور ترجمة نانسي قنقر